اهلا بحضركم بعض الفاصل سبت التدريب في مصر بعد ما كابتن فؤاد صدقي قالك انا خلاص هبطل التدريب وابعد خلاص عن التدريب وفي نفس الوقت ده بالاخص جالك عقد في قطر عشان تعمل انجازات تكمل في نادي الريان ونادي النهضة اللي انت عملت بيهم نهضة وكسبت دورة عام كده دولة عامة وصلت النهائي كأس الامير وانت في قطر عملت فرقة سموها منتخب العرب اللي احنا كلنا بنأمل في الفترة دي بالذات يبقى فيه تعاون بين دولة العربية كلها بينها وبين بعض ويبقى فيه حاجة بتمثل العرب كلها حتى في كل في كل البطولات هل انت سبت التدريب في مصر بعد ما عملت المقاولين العرب ووصلتوا بيه لإفريقيا ووصلتوا بيه الدور العام وكسب مصر وعملتوا فيه حاجة مفيش بعد كده هل مجرد ما كانت في قطر صدقي انت سبت عشان كانت في قطر صدقي قال لك خلاص انا بش هشتغل في مصر ولا انت كان جالك عقد وقلت لا انا هطلع هو الاول اللي كانت في قطر صدي لما قال لانا حمشي كان فيه حاكتين حاجة عنه ان هي ان احنا انا كنت منتدى من الشرطة المقاولية الشركة المقاولية العرب اه كانت بريم الوحش كان نساب الشغله وبقى موظف في الشركة المقاولية العرب فاحنا الاثنين عرفنا الكلام ده فانا قلت لكابتل فؤاد انا دلوقتي مش هقدر يسيم المؤلين العرب على طول كده لان نعيب قوي في حقنا ان احنا مرة واحدة يتقلل ان احنا المنزومة كلها ممكن تقع فاحنا هنستنى انا والكابتل ابراهيم يقول لان هستنى لغاية لما نشوف مين اللي حيجل البديل والكابتل ابراهيم حيستنى معايا برضو علشان هو عارف انه مقدرش يمشي لانهم مظهر في المؤلين العرب كنت عاوزين تسلموا للي بعديكم للي بعدينا حصل بقى في الفترة دي ان انا استنيت انا وابراهيم ربنا ارحمه الكابتل ابراهيم الوحش وعدنا بقى مع بعض بقى لغاية لما جيه لان اللي جاي بعد كده الكابتل محمد عبدو صالح الوحش فطبعا الكابتل محمد ده اخونا كبير طبعا وطبعا قلنا نعرفه نعرف امته وهو كان يتعامل معانا واحنا شغالين كمان فطبعا ساعدنا ان احنا حنسلم الرسالة او بتاع الواحد احنا واسقين فيه والطمينين عليه كان معا كابتل طه لا ما كانش عاية طه كان لوحده فجيه هو وجدنا الكابتل ابراهيم كان موجود معاه واشتغله بقى مع فرقة المؤلين العرب وانا بقى ساعدتها لما اطمينت كده خلاص استأزمت من حسينبي عثمان تقول له انا هاعد بس لغاية لما تشوف من اللي جاي وانا حمش بعد كده وفعلا لما اطمينت روح تواخد بعضي ورايح نادي قطر مع نادي الريان وده كان طبعا بقى يعني تحدي جديد في مجال التدريب مجال التدريب مجال التدريب وخاصة انك لما تعرف ان النادي الريان في الفترة اللي انا رياحها دي كان عنده مشاكل يعني توقفوا اللعبته وكده وكان النادي هابط وحابط في محمد السويدي محمد السويدي ده ابني ده حبيبي ده اه اه ما ده حبيبي محمد حبيبي ده فالمهم رحت بس بقى انا هنا عايز بس اشكر الكابتن صالح يوسف الكابتن صالح يوسف طبعا صالح يوسف صالح يوسف ده انا رحت لقيته ومشتغل في النادي الريان مدرب حراس مرمى لا مدرب عادي بس هو اشتغل معايا وهو بقى كان ايه يعني باله فترة معاهم اه عارف الفرقة اه اه فطبعا انا بحييه لانه طبعا وقف جنبي يوقف كويسة جدا وسيندني مساندة من قلبه وحسيت كده بيشتغل بالقلب والحمد لله تكتفنا ولعبنا مع نادي الريان وعملنا فرقة بقى وزي ما حركة تفضلت كده قلت فيها كابتن محمد السويدي طبعا ده يعني حاكتين كان لعيب هو بلعب من حيط الريد قوي وكان لعيب ما عندوش فكرة لا 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 حرم عليه لا طبعا ده لعب كويس قوي اه طبعا وبعدين كمان يعني من عيلة السويدي دي عيلة كويسة جدا طبعا من الناس كبيرة في قطر اه وبعدين هو بقى الولد حدس ولا حرج من أخلاقه وتربيته وكلام كده حاجة جميلة فعملنا بقى إن شاء الله فرقة كويسة وكان معانا من الصور المفتاح طبعا الصور المفتاح ده أبو 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 المهاجمين كان نجبل عرب ساعتها اه كان نجبل عرب دي حقيقة فربنا وفقنا وتلمينا وعملنا شيء كويس خدتوا من الدورة مين؟ خدتوا الدورة أول سنة ما خدناش الدورة أول سنة تلعنا الرابع أول سنة عملتوا الفرقة عملنا فرقة بقى الفرقة دي بقى لما جي بعد كده تاني سنة معظم مراحل منتخب كان معانا يونيس أحمد أحسن جون مش عاوزة كلان جيه في قطر وحمد لله يعني وكان معانا واحد محمد عفايفة في النص الملعب ده فريد قط الريان ساعتها كانت فرقة كويسة على مستوى الخليج حتى اه والحمد لله مشوا كويس وكسبنا بقى في الآخر السنة التاني سنة بقى خدنا الدورة العام وخدنا كاس الأمير كاس الأمير فطبعا ده حاجتين مهمين جدا 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 لينا في المستوى بتاعنا ده وبعدين كملنا بقى تالي السنة جيه بقى ايه في تالي السنة عملوا كاس دوري مجلس التعاون الخليجي اه خدوا الأول في كل دولة في كل دولة روحنا احنا اشتراكنا وطلعنا التاني في البطول في العملية دي في المشروع ده وبقى الكلام جميل أو على حسابنا احنا بعد ما خلصنا كده بقى كان لازم ارجع مصر عشان ايه انا كنت منتدب بس انت كنت في بعد نادر الريان كان فيه النهضة هناك لا ده بعد كده انا جيت هنا الاول عشان منتخب مصر جيت هنا الاول نزلت عادت مع المتخب واشتغلت معاهم اللي طلبوا خكبتوا فقط صيد الحمد للربنا كرمنا ان شاء الله ووصلنا وبعدين النادي النهضة جوني بقى بس النادي النهضة عملوا حاجة جميل قوي انهم يعني قبل ما يكلموني كانوا كلموا السيد وزير الداخلية رسمي بقى فبقيتش انت عندك تقلش قالهم لا خلاص فالله يرحمه بقى قال لي تروح حضر فان خلاص خلاص اوامر روحت بقى نادي النهضة والحمد لله ربنا سهل لنا وطلعنا من دور الدرجة التانية لدور الدرجة المنتزة وبقت فرقة كويسة جدا والحمد لله سبنا خبر كويس طيب انت لما رجعت بعد نادي الريان رجعت هنا على منتخب مصر ان شاء الله كان الكابتن فؤاد صدق طلبك ورجعت له على طول كان احنا الفترة دي كنا سنة 80 تقريبا سنة 80 صح اه وصلنا لقلوم بالجيمز كان اخر مبارنية معنا دغاشكر كانت استاذ القاهرة وانا فاكت فتح مبروك اه جاب اخر ضرب الجزاء اه صح وهو ده خليب قولك اضيعها عشان اضيعك وطلعه سجل خلينا نخلص وصلنا قلوم بالجيمز لكن كان موت زعيم سادات سادات ده طبعا ما روحناش البطولة كلمني على فترتك مع المنتخب اتعاملت مع مين من النجوم واللعيبة والله كل النجوم اللي الانسان يتمنى يتعامل معها اه انا من حسن حظ اتعاملت معها يعني الجيل بتاعك انت اللي فيه مصطفى عبدو وفيه محمود الخطيب وفيه فتح مبروك وفيه مختار مختار وفيه اه مسعد نور وفيه فاروق جعفر فاروق جعفر وفيه حسن شحاتة حسن شحاتة كل الجيل الجميل ده اي واحد في العالم يعرف يمتكو يتمنى ان يتعامل معاكو نعم فانا تتخول بقى ربنا جاب لي الجيل ده علشان اتعامل معاه وانا استطيع ان انا اوصل معاهم لاحسن نتيجة ممكنة ناخدها منهم في التصفيات اه وطبعا شيء جميل قوي انا فرحان بيه يعني انا لما تشوف تاريخي تليه ان من الحاجات الجميلة ان انا اشتغلت مع المنتخب ده نعم المجموعة دي والحمد لله اديرنا نعمل حاجة والحمد لله اني اني سطرت فيها انه كنتو الجيل بتاعكو وصلنا الاولمبياد والحمد لله شيء جميل قوي انا انا اعتبرت ده شيء كويس قوي طيب احنا معانا واحد برضو حبيبك قوي بس مش اقولك انت هتفاجئ بيه لوقتي على الشاشة عاوز يبعات لك رسالة انا ما اتكلم معاكو